كيف نفهم الآية في سورة طه الرحمن على العرش استوى؟ نعم هذا أيضا هو يعني محور في كلام كثير جدا لكن ده فرع أنه هل الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلو المكاني الحسي المادي أو أنه لا يوصف بهذا جمهور المسلمين وجمهور العلماء وأهل السنة الأشاعر الماترودية المحدثون هم هكذا في قسم من المحدثين هم اللي بنسميهم المشبهة أو بنسميهم المجسمة هم الذين توقفون أمام ظواهر هذه الألفاظ ويجرونها على ظاهرها ويسفون الله تعالى بها على ظاهرها لكن الباقي يقول قف هذا اللفظ ليس مرادا به ظاهره فيه بجأة داخل معلش عن الموضوع مش بالعكس ده في غاية الأهمية يعني أرجو أن أكون يعني استدعت أن أبصد المسألة أيضا في داخل أهل السنة ستجد فريقين فريق قديم الفريق القديم يقول لك شوف أنا أؤمن بما ورد في القرآن الكريم ولكني لا أفهم معناه وأكل معناه وتفسيره إلى الله سبحانه وتعالى أتركه لله سبحانه وتعالى يعني أنا ما علي إلا أن أقرأها ولكن يقول لي إيه معنى يد هنا أقول لك أفهم أنا لا أعرف وليس من حقي أن أعرف بس ده مش مطلوب طبعا نعم نحن كلمنا عن الوعي طبعا وهداء هم اللي بسموهم السلف السلف يجري هذه الآيات يعتقدها ويؤمن بها لكنه لا يقترب من فهمها وإنما يترك أمرها إلى الله حتى كان يقولون أمروها كما جاءت يعني قرأوها كما جاءت ولا تفسروها وبعضهم قال تفسيرها قراءتها نكتفي بس بالقراءة نكتفي بالله بالقراءة وطبعا منهم الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل يعني عن استوى كيف استوى لأن طبعا المجسمة والمشبهة استوى يعني قعد حتى بعضهم يعني ذهب بعيدا وقال أنه حين استوي على العرش يسمع للعرش صوت يأطو أطيطا كأنه أزيز ده بقى أفرطه في الخيال طبعا ده يعني فالإمام مالك لما سئل في حلقة العلم عن ما معنى الرحمن على العرش استوى فهو أطرق قليلا وقال الاستواء معلوم معلوم يعني ثابت في القرآن وما فيش كلام الاستواء معلوم والكيف مجهول كيف جلس كيف كذا قال هذا أمر مجهول ثم قال والسؤال عنه بدعة وحتى قال للسائل ما أراك إلا صاحب بدعة توكر الله هو ضرده من الله لأنه فعلا تعمل فتن فنعود إلى أن السلف قسمين القسم الأول لا يدخل في هذه المشكلة على الإطلاق تبرر اللعبة خارج يقول لك أنا لا أعرف ماذا يعني الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة وهذا أمره مفوض إلى الله الخلف اللي موجوا بعدهم مبدأ من الإمام الأشعاري طبعا عز عليهم زي ما قلت حضرتك أنهم ينسحبوا من المشكلة ويتركوا هكذا فبحثوا وقالوا أن هذه المفردات التي وردت في اللغة بما تفيد أن الله جسم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا هذه تؤول تأويلا لغويا على قواعد اللغة العربية بالمعاني التي تتفق مع ذاته سبحانه وتعالى بالمقصد طبعا وليس بلظ ولذلك في عندنا خلف وعندنا سلف الخلف من أهل السنة أيضا لكن دول غيح نفسهم وقال إيه مشكلة مش مشكلة الخلف أولو هذه الألفاظ كما قلت حضرتك الرحمن وعرشستها وغيرها والألفاظ الأخرى أولوها بما يتوافق مع الصفات الجائزة لله سبحانه وتعالى أما المشبهة والمجسبة وهم قديما وحديثا فهم يصرون على أن الله له مكان وبعضهم حتى أثبت له الانتقال وبعضهم فسر ينزل ربنا في الحديث الشريف كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول يعني هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأكفر الأخرى قالوا بعضهم قال ينزلوا كما أنزلوا أنا من درجة كسب فطبعا هذه هي معركة قديمة ولكن يعني بين حين وآخر يعني ينبشوها ويخرجوها لضرب الوحدة الإسلامية أو لزرع الفرقة بين الشباب الإسلامي فضيلة الإمام السؤال الذي نختم به حلقاتنا عادة كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا بأن من أسماء الله الحسنى العلي نعم العبد هنا يجب عليه أن يعتقد أنه لا يمكن أن يصل إلى الدرجة العليا الكاملة في هذا العلو وإنما هي لله وحده فيشعر دائما بأن علوه ناقص وهذا ما يليق به وأيضا أن هناك علوا لا يصل إليه فرد من بني الإنسان وهو العلو الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام هو علو أعلى بالنسبة لنا لكنه بالنسبة للعلو العلي الأعلى هو دونه بكثير فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكمان المسلمين حوارنا مستمر في الحلقات المقبلة حول أسماء الله الحسنى اشتركوا في القناة